الامر التاني لو شفت ايه في المنام مفصرهوش برضوك لو شفت نمل كثير من الاعضاء و احبابنا الكرام بعد ما بنخلص الحلقة بيرنوا علي يا بو يحيي عايزين تفاصلينا النمل احنا بنشوف النمل في المنام كتير بنخاف منه منهم اللي بيقول حسد ومنهم اللي بيقول سحر و احنا بنخاف من الاشارات دي فاتمنى انت تفاصلينا المنام ده انا بقول النمل احيانا بيكون حلوة او في المنام لما بيخش في البيت بالطعام انما امتا مفصرش رؤية النمل وعلى فكرة النمل كمان بيدل على الجنود لما شف نمل دخل مدينة اعرف ان فيه جنود هتخش المدينة ديا او فيها عسكر هيخش المدينة ديا او الكارية ديا مفصرش امتا رؤية النمل في المنام لما يقرصني ولاقي فيه بقع ولاقي في بقعة في ايدي لما لاي النمل بياخد الطعام من بيتي ويخرج ببرة يا الله انا بقول ما فصرش المنام ده طيب معشان ما حيركوش لازم يا ابو يحيى تقول لنا ليه ما فصرهوش علشان فيه ضرر لي طيب ما تعرفنا ايه الضرر علشان فعلا ما نفسرهوش